بعدما اتمننا على الملتعة مع بعض ناخد جولة في أهم الأخبار لصدر الصحف هذا اليوم وهو الخبر معنا بعنوان الرئيس أسيسي يوجه بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج وعادة القطن المصري إلى عهده السابقة وجه الرئيس عبدالفتاح أسيسي بالتركيز على الأفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال الاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت عليه التكنولوجيا العالمية في هذا صدد بهدف مسيارة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة فضلا عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي كما وجه الرئيس عبدالفتاح أسيسي بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وعادة القطن المصري إلى سابق عهده من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاور الزراعة والتجارة وأيضا الصناعة وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وكذلك المردود والناتج عن القطعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطن اعتقد توجيه في محله خاصة أن القطن المصري بيحتل مكانه وريادة عالمية خبر آخر مشاهدين بعنوان الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا تطورات ملف سدد نهضة تبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا حول تطورات ملف سد النهضة ومستجدات القضية الليبية كما أجرأ الرئيس اتصالا هاتفيا بنائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح للطمئنة على صحة أخي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حيث أعرب سيادتي عن خالص تهنيه وتمنيات له بمغافر العافية والشفاء العجل ومن جانب أعرب نائب أمير الكويت ولي العهد عن بالغ امتناني وتقديره للرئيس على تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين خبر آخر في جولتنا الإخبارية بعنوان حملات تفتشية على أسواق اللحوم ومحل الجزار استعدادا لعيد الأطحى المبارك كل عام وحضراتكم بالفخير تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراع ومدريات الطب البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية حملتها البيطرية التفتشية اليومية المفاجئة بالتنسيق مع طباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومدريات الطب البيطرية على مجازر اللحوم ومحل المجازر وأسواق منافذ بيع اللحوم ومنتجتها استعدادا لعيد الأطحى المبارك للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين تأكيدا على وصول غذاء صحي آمن للمواطنين في المقام الأول الحقيقة حملات فغاية الأهمية هدفة في المقام الأول طمأنة المواطن وإنه إن شاء الله ما فيش أي نوع من أنواع الغش طالما كافة الأجهزة المعنية والرقابية بتقوم بمثل هذه الحملات خاصة في موسم عيد الأطحى المبارك اللي بيطلق عليه عيد اللحمة كل عام وحاضراتكم بألف خير بهذا الخبر نكون وصلنا لهاية دولتنا الإخبارية إن شاء الله النهاردة عندنا مجموعة من الفقرات الحوارية فقرة بقى نتكلم فيها عن مجلس الشيوخ أفاق نستقبلية وهنعرف كل التفاصيل المتعلقة بمجلس الشيوخ والتساؤلات المتعلقة ما هي هذه المهام المتعلقة بمجلس الشيوخ مع ضيفنا إن شاء الله الدكتور بحرتيب رئيس جامعة بن سويف الأصبق فقرة تانية نتكلم فيها بقى عن عالم السوشيال ميديا ما بين ضياع الوقت لجلب الأرباح وإزاي نقدر نستغله الاستغلال الأمثل في فتح فرص عمل ومزيد من الترويج للمنتجات بشكل كبير جدا أو المواهب وغيرها من الأمور إن شاء الله والمحاول الأخرى إلا هنقش مع ضيفنا الأستاذ أيمن صفوت خبير في السوشيال ميديا عفوا فقرة تالتة إن شاء الله هتكون معانا بعنوان التفتيش باع على المواصفات المتعلقة بالأطحية وكل التفاصيل المتعلقة بها مع ضيفنا الدكتور إيهاب أحمد عوض مفتش بمدرية الطب البيطاري بالجيزة دي مضمون فقرات برنامجنا الحوارية النهاردة إن شاء الله برنامجكم ساعة صبحية أتمنى يا رب أنها تنال إعجاب حضراتكم كمان لحبين تخترح أي موضوع على كل راحب وساعة صدر إلا تتواصل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك أستاذينكم نروح في فاصل سريع علقاكم مجددا بعد هذا الفاصل مع أول وفقات برنامجنا الحوارية من ساعة صبحية انتظرون